اشتركوا في القناة دينا طاقة ايجابية للشباب دايما بحس ان احنا عندنا في الشباب لا اصلا مش هينفع اشتغل كذا لا اصلا مش عارف ايه يعني كأني حطين شماعة بيحطوا عليها ظروفهم الاقتصادية او المعيشية او على فشلهم انا بسميه فشل من وجهة نظري لان العايز ينجح هيدور في اي مكان وينجح تمام فعايزين نسمع من حضرتك كده هو الفكرة ان انا لازم الشاب عنده طموح عنده فكر عشان يقدر يحقق اللي هو عايزه مش اللي هو انا هقول اه حل البلد اقتصاديا تعبان شوية حاليا بس مش هو ده اللي انا هاعد استنى ان البلد تتعدل مش مش تتعدل اللي بينة اصلا اه بالظلط فانا لازم ابقى عندي فكر جديد عندي تطور في حياتي ان انا اقدر اعمل حاجة جديدة ان انا اقدر اشتغل مش اللي هو انا اقعد على الفيسبوك طول الليل اقوم العصر واقول البلد ما بتديني الشغل البلد ما بتحركنيش لا ما انا لازم اتحرك يعني حتى معظم الشباب حاليا اللي بيشتغلوا يقول لك انا بسوق على النت ايه موضوع تسويق النت ده مش ما انت لازم تتحرك الاول وتنزل وتتعامل مع الناس وتتعامل مع الجمهور عشان تقدر تاخد خلفية اكتر تاخد خبرة اكتر اعتكاك الناس بصفة خاصة يعني انت لو مثلا جربت ان انت تقعد طول النهار حبس نفسك في السوشال ميديا ده ده تفكير تاني يعني اما بس مدخيني دي الحال عملية لا هي مش الحال عملية ولا حال خالص خالص انت كده ما عندكش خبرة بالحياة ما عندكش خبرة بالسوق ما عندكش خبرة بالناس انت لما هتنزل وتتعرف على شخص واثنين وثلاثة هيفتح معك مجال واثنين وثلاثة فما تحكمش نفسك على السوشال ميديا اه السوشال ميديا كويسة وتطور وتحديث بس لازم الاساس فين الاساس انا ما هنفعش اطلع بالدور السادس وانا لسه ما عندش قعدة اثبتة اساسية من تحت مظبوط والله فانا لازم اتحرك لازم اشتغل لازم حتى لو الدخل اللي هيدخل لي من جانب الشغل اللي انا هشتغله ده مبلغ بسيط بس هبتدي بيه كبداية ان انا هادر اخد خبرة انا ما هنفعش اقول ان انا عايز اشتغل مدير في شركة وانا ما عندش خبرة بالاضارة ما هنفعش اقول ان انا عايز اشتغل محاسب وانا مش اخد كورسات او انا مش كفاءة في المجال ده او ما اشتغلتوش قبل كده كون ان انا عادت على النت وعادت عنه شوية يبقى انا كده كويس فيه لا طبعا فيه اكفأ منك فهو قاعد على المكان ده فانت لازم تتحرك لازم تشتغل لازم تشوف الدنيا فيها ايه بس دايما ممكن يروحوا يشتغلوا برا لو حتى يشتغل في فندق جرسون او انا ما بعيبش على شغلانك ولكن هو لو برا هيعمل اي حاجة لكن في بلده لا انا ما عاملش كذا رغم ان انت لو عملت اللي انت هتعمله برا ده جو بلدك والله اكرم ليك من وجهة نظرانك هتقدر تحقق اكتر من ان انت هتعمله برا لان انت برا انت النهاردة لو سفرت اي دول عربية مش هنذكر اسماء انت بتشتغل شهر واثنين وثلاثة ممكن تاخد شهر مو تقبطش الباقي خلاف بلدك انت في بلدك هتحقق اللي انت عايزه وهتشتغل ممكن في الاول مش زي ما قلنا مش بمرتب كبير بس هتوصل لترجة عالي من انت بانت لنفسك اسم داخل البلد خدتها خطوة خطوة لحد ما وصلت للي انت عايزه انت مهما لو سفرت برا ووصلت مهما مكان اللي انت وصلت لها مش هتقدر تاخد الترجة العالي زي ما انت هتبقى في بلدك بالاضافة للناس القهوي الصيبرات كل ده مليان بجيل شباب بجيل الالفنات جيل الالفنات كل هدفه موبايل نت قهوة صيبر واصلا مش لقى شغل بكاين الشغل هيروح لهم لحد عندهم بصوت كده انت انت تحركت انت عملت حاجة ما عملتش حاجة ما انت لازم تتحرك لازم تعمل تدي لنفسك اه تدي لنفسك فكرة تدي لنفسك امل وضموح سمعت عن حضرتك انك بتشترك في حاجات كتيرة جدا يعني تبع حزب ومستقبل وطن وكلمنا عنها عشان سدى مشاهدين يعرف تمام هو الحزب كان لما لقى موضوع الغلاء والأسعار الغالية والكلام ده كله فعملنا حاجة اسمها محربة الغلاء هي فكرتها ان احنا بننزل شوادر تقريبا بالظبط كده نعمل مع مجموعة شوادر في كذا مركز بالظبط كده كان بدايتها في اللحوم اللحوم في الوقت اللي هي كانت اللحمة فيه ب140 جنيه و150 و160 كانت هي سعرها 85 جنيه بحيث ان هي هي الفكرة ان احنا نوصل لنقطة ان احنا نحارب التاجر اللي بينزل بسعر عالي الى حين ما ينزل هو السعر جاشع التجار بالظبط كده ايوه فعلا احنا مرنا بالموضوع ده كتير اوه مصر كلها مش الفيوم بس بالظبط تعتبر كت اول من اول المحافظات اللي عملت الموضوع بتاع اللحمة دي واللي هو من بعدها فعلا اللحمة بتدت تنزل بتنزل اسعرها بسبب اللي عموضوع ده بيجي في المدارس بتنزل كشاكيل وإلام وشوانات وحاجات الادوات المدرسية ده تابع الحزب الكوات المسلحة برضو بتنزل على فكرة نعم الكوات المسلحة بتنزل بيجي في اتفاق معك ولا ده حاجة وده حاجة لا لا الحزب مجهودات ذاتية من كبر رجال الأعمال يعني بيحاول انه هم يدفعوا مبالغ بحيث انه هم آه يقدر يساعد بها الناس اللي هي المتقدر في تشتري بالعصار العليا مين اكتر حدك اندفع في نجاحك في حياتك طبعا اولا واخيرا ابويا ساعدني كتير في انه هو سابني واعطاني الطاقة ان انا ان اقدر اعمل اللي انا عايزه وطبعا بيمتر ناتج معنى الثقة يعني هو كان واصق في تفكيري وواصق في دماغي ان انا اهمشي ازاي انا ابتديت ابني النفسي بورق وقلم كده اهمشي خطواتي ازاي اتقاضت حياتا بالظبط كده مش عايز اطلع مرة واحدة مش عايز انتسلم مرة واحدة انا خدتها درجة درجة لحد ما الحمد لله انا مبسوط بالله انا وصلت له بس مش هو ده اول ولا اخر ما انا عايزه يعني باذن الله لسه فيه بدام يطموح كتير كتير انا عايزة اسمع بطموحاتك ايه لبلدك الصغار الفيوم والبلدك الكبير مصر اوالله انا نفسي تبقى مصر والفيوم او عمتا جمهورية مصر العربية اجمل دولة في الدنيا بس الفيوم مهضور حقها شوية في حاجات كتير يعني الفيوم فيها سياحة مش مستفيدين بيها ده حقيقي فيها زراعة الفيوم على فكرة من اولى المحافظات في زراعة النباتات العطرية عايزة لفتنظر حضرتك لحاجة ان المسؤولين في الفيوم هيزعلوا مننا شخصية ليه بس كده عشان الفكرة الاولى والفكرة تكمل بس حضرتك كمل بس انا عجبني كلامت دي في الاولاني وكلام حضرتك لان فعلا الفيوم هم مهمشة مهمشة بالظبط كده احنا انا مش بالون برضو الناس المسؤولة والمحافظة وكلام بقول لان هو برضو ليه تارجيت معين بيتحكم فيه بس احنا عايزين الدولة نفسها هي اللي تفكر في الفيوم بعد كده الرئيس اشد عن الفيوم ساعة ما كان في الكمين وقال لان شباب الفيوم وناس الفيوم من الناس المحترمة جدا اللي تقدر تشتغل في اي مكان وفي اي حتة احنا عايزين فعلا بقى حد يدي للفيوم فرصة ان هي تبقى افضل من كده ان هي فيها اماكن صحية جميلة جدا بس مش مستغلة صح بالظبط مفيش نظر عليها مش متسلط عليها الدوق ان شاء الله يتسلط عليها الدوق وان شاء الله من خلال برنامجنا السادة المسؤوليني حقق قلنا كل اللي احنا عايزينه الفيوم دي تبقى احسن محافظات باذن الله وطبعا انا اتشرفت بالقاء حضرتك ربنا اتبرك في حضرتك الله وطبعا انا عايزة بس النقطة اللي انا بتكلم فيها ان حضرتك توجه كلمة للشباب دلوقتي اللي عاديين بيسمعونا كلهم ويسيبوا النت من ايديهم شوية تمام الكاميرا مع حضرتك وقلهم حط النفسة قاعدة سابتة ما تقولش ظروف البلد اه هي البلد ظروفها فعلا دلوقتي في رقود حاليا بس انت جاهد واشتغل ما تعلقش الفشل او اللي انت فيه ده حاليا على ظروف البلد هتقدر تشتغل انت حاليا الناس الحرفية العمال الحرفية والعمال الصناعية مهمشة لو قدرت تاخد قروض انت شابي واثنين تلاتة اربعة خمسة جمعته بعض وقدرته تاخده قرد تعمله به مشروع هتنجح خد السلم خطوة خطوة وباذن الله باذن الله اكيد هتوصل لطول ما انت عندك حلم وعنده عايز تحققه هتوصل لي انا طبعا فخورة بكلامك والله يا سيد محمد بس فيه قبل ما اختم الحلقة عايزة اسمع منك الاكاديمية اللي حضرك كنت تكلمتيني عليها قبل الهواء ممكن تعرفنا بيها كده سريعا في دقتين تمام هي اكاديمية تعليمية وحبت ان انا ههتم شوية بالجانب التعليمي احنا عندنا الفيوم محافظة لحدا ما فيها جنب فقير شوية اه او جنب مش مش ما عندوش الكدرة على التعليم اه فاحنا حبينا ان احنا نعمل نظام تعليمي لخريجي السنوية الدبلومات او السنوية العامة اللي مش جاي بمجموع كبير تمام او الفنية او الزراعية او الصناعية تمام بمبلغ مش كبيرة يعني يعني بتبقى عبارة عن كام يعني عشان برضو ننوح عنها لو حد حابب ان هو يتواصل معاك يبقى عارف اه هي بربعة تلاف بربعة تلاف في السنة في السنة اوه في السنة طيب شهادة مرتمدة وكل حاجة اه شاملة كل ادواته اشتغلت ولا حضرك لسه مشتغلت اول سنة السنة دي او ان شاء الله تقدم لها قد ايه اه لا عدد كويس يعني الحمد لله طيب يعني ممكن تبقى من كام لكام عندكو يعني مثلا عمل لها كام عدد الافراد اللي يكونوا مشتغلين فيها ولا ملهاش حد ادنى وحد اقصى لا لا هي ملهاش بس هو يعني كان فيه عدد ولما ربنا وكان فيه زيادة فتوسعت بالمكان شوية وخدت مكان تري في الفايوم نفسها او في الفايوم او في محافظة الفايوم نفسها ده هي ربنا يا جزيزي كل خير انا بشكرك شكرا جزيلا كان معنا النهاردة الأستاذ محمد حلمي من خيمر المدير الإداري لدى المجموعة الاقتصادية لشباب رجال الاعمال شرفتني ونورتني يا فندم وان شاء الله معنا الحلقة الجاية السلام عليكم